أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشريق في كون فجار جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعين أخي قد سرت من يديك الثماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وإني على ثيقة من طريقه إلى الله رب السنى والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخي قمضي لا تنسفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذلى ولن نستباه وإني لأسماع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ضربت علي الدماء وبللت قبري بها في خشور فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن نلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الحلون أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر